هي ليست المبادرة الأولى أو الأخيرة لمتطوعي جامعات سعد دحلب فهم سباقون دائماً لمساعدة الغير سواء بالمال أو النصيحة أو حتى التبرع بقدرة دم قد تحيي بها نفساً بشرية نعم، هذه المرة نظم حملة بجامعتي البليدة واحد واثنان تضمنت إرشادات طبية وبرامج توعوية تحط على فائدة التبرع بالدم دورياً هذا الإيفان مو ينص على تبرع بالدم، جبنا ديمتنا وجبنا مختصين في هذا المجال باش يعاونوا الناس، خدش نسبة الدم رايي في سبيطارات قليلة والناس رايي تموت على هادشي وحنا راينا باش نعاونو الناس مدومي العنزراناناناشتين حتى الدومي الساز ان شاء الله هما زنزيدو ناك فالا جينا اليوم درنا الإيفان مو تعنا تبرعنا بالدم وصن الله يباك توقل صون كارون تصاشي تعدم عرفنا بالمجموعة تعنا كان إقبل كبير تعد طالبا الحملة شارك فيها طاقم طبي أشاد بحس الوعي الذي يعرفه شباب اليوم من طلبة الجامعات يقبل كنهاي ونشكر جمعية متطوعين سعد أحلب اللي قاموا بها بتنظيم هذه الحملة التبرع بالدم اللي حدفت بزاف المرضى اللي يحتاجوا لكل خيقة كل ثانية يحتاجوا قدرة دم من عد المتبرعين أكثر من 140 كيس دم جمع خلال اليوم الأول من الحملة فيما تتواصل العملية بفضل الطلبة الذين لبوا النداء أول مرة جيتنا تبرع بالدم والله يجازيهم خير كما يقول لك إنسان بلك زوالي من جمش يزكي بدراهم ويجيز يزكي بنفسه الحمد لله يا ربي اللي يجعلهم في ميزة الحسانات وانتم الإعلاميين حاجة مليحية كما يقول لك ربي سبحانه بلغ بالتي هي أحسن الحمد لله يا ربي ما زالوا الناس الخير والله يحفظكم الكثير من المرضى في المستشفيات بحاجة إلى قطرة دم تنقذ حياتهم فلو كل الجامعات وحتى المؤسسات ساهم طلابها وموظفها في إقامة حملة تبرع فلن يكون هناك عائق يقف أمام إجراء العمليات وإتمام العلاج في المستشفيات ترجمة نانسي قنقر